مشاهدين ومشاهدي نايل لايف شبكة انتين صباح الخير عليكم ونهاركم سعيد النهاردة السبت 28 يناير وأحداث ساخنة وملتهبة في مصر والنهاردة ذكرى القليمة لصورة الغضب اللي كانت من سنة تقريبا يعني بنحتفل بالأيام دي وبنشوف اللي بيحصل في مدان التحرير وفي ماسبيرو وهنشوف يعني ايه اخر التطورات بس هنبتدي الاول هصبح على عيدة صباح الخير يا إيمان صباح الخير على كل مشاهدي نايل لايف مشاهدي أنتين فعلا زي النهاردة من سنة بالزبت كان يوم جمعة مش سبت كانت ثورة الغضب الاتصالات كانت مقطوعة اللي كان عنده أخ أخت صديق في أي مكان في أي من المسئلات اللي كانت بدأت تتلفل في شوارع القاهرة ما كانش عارف يوصلوا واكتشفنا اكتشف عظيم ان احنا ما عندناش نمر تليفونات بيوت بعض حتى عشان نتأكد زكاية الناس نزلت ولا لا كان يوم مرعب يوم ما تفتحت السجون يوم ما الأمن انسحب ذكرياته كلها أليمة على كل الشعب المصري دا إلي جانب طبعا احنا فقدنا ناس من خيرة شباب مصر زي ما بيقولوا كده باللغة العربية المنمقة يعني النهاردة احنا هنكون معاكم هنتكلم على امبارح هنتكلم على الأحداث اللي حصلت في مدارة تحرير امبارح هنتكلم على المظاهرات اللي عندما سبيرو هنتكلم على المطالب الثوار ما بين مؤيدين ومعرضين بعتقدنا كل دي حاجات مهمة تلفت نظر كل الناس ونشوف احنا رايحين فين في الفترة الجاية زي ما امان قالت احنا في انتظار قرارات او رد فعل من صحاب السلطة يقولوا هل هيقدموا اي من الطلبات اللي بيطلبها الثوار اللي هي معظمها او كلها مشروعة والناس بتقولها من سنة ولا لا احنا هتاخد دا اللي هتلف حواليه فقاراتنا النهاردة طيب احنا هنبتدي معاكم زي كل يوم بفقرة الصحافة مع الأستاذ خالد البلشي وكمان هيكون معانا فقرة عن اول رواية اول كوميكس اول رواية المصورة للكبار هي اسمها 18 يوم دول 18 يوم اللي عاشها كل الشعب المصري سواء في مدان التحرير او في البيوت وحتى كمان لنزل مصطفى محمود 18 يوم عاشناهم في الثورة دي تعملت رواية مصورة صادرة عن دار كوميكس للنشر وهي اول دار متخصصة بس في الكوميكس ولكن للكبار هيكون معانا الفنانة حنان الكاراججي وكمان الكاتب محمد هشام صانعي هذه الرواية مجلس الشورة بكرة اللي هو احنا يعني الناس كتيرة مش عارفين هو بيعمل ايه بالزبط او مش عارفين ايه دوره بالزبط ولكن بما اننا عندنا انتخابات بكرة وبعده دورنا الوطني ودور المواطنين بعد ثورة 25 يناير ان احنا نشارك بشكل ايجابي لان ده دور نختلف بقى اذا كان هو ليه دور ايجابي او ليه ملوش دور ده نبقى نتفاهم فيه ونتناقش فيه بعدين بس طالما انه موجود لازم نبقى ايجابيين وننزل كلنا بكرة لانتخاب هل نتكلم عن مجلس الشورة ودوره ايه في الفترة اللي جاية هل فعلا هو يبقى بيشارك فوضع لجنة المية ولا لا كل التفاصيل دي هنتكلم فيها فقرة خاصة هتكون معنا مع دكتور محمد محسوب وعميد كدية الحقوق جامعة المنوفية عشان انتخابات مجلس الشورة وكمان هيكون معنا فقرة خاصة جدا مع عجين النجيب الرحاني والمصور حمدي الكيال وهنتكلم معها عن حياتها وعن حياة الفنان الجميل نجيب الرحاني وعن علاقتهم كأب وبنته اخر فقرة هتكون معنا النهاردة هنتكلم عن مطلب ثوار الاربع اللي فات يوم 25 يناير 2012 وهو تسليم السلطة بأسرع وقت ممكن لسلطة مدنية منتخبة فيه مقترحات كثيرة فيه ان احنا نسلمها لمجلس الشعب فيه انها تتعمل لجنة او مجلس رئاسي فيه انها تتسلم رئيس المحكمة الدستورية وان كان هو رفض يعني وناس كثيرة رفض يعني من اللي انا بقوله ده رفضوا فيه انها يتبدر يتفتح باب الانتخابات الرئاسية بدري مقترحات كثيرة حول تسليم السلطة بأسرع وقت ممكن علشان نجيش يرجع فكاناته ده اللي برضو هنتكلم فيه مع استاذ عصام لسلم بولي الفقيه الدستوري بس خوني بتتعلى طول يمان بفقرة الصحافة وصباح الفل صباح الحرية صباح الخير